اشتركوا في القناة فيه تغيرات كتيرة جدا بيحس الشاب وقتها او الفتاة ان هما لازم يكونوا مستقلين بذاتهم بيحبوا الوحدة بشكل كبير جدا في الوقت ده بيحبوا كمان يميلوا ان هما يثبتوا شخصيتهم للأسف في منهم اللي بيثبتوها بشكل ايجابي جدا بيوجهوها سواء كانت في الرياضة او في اشياء ايجابية كتيرة او حتى في المذاكرة وفي منهم بيوجهوها بشكل تاني خالص سلبيات وطبعا في السلبيات واصدقاء السوق ساعتها بيكون عليهم عامل كبير جدا هنعرف النهاردة من خلال ديوفنا اللي هنورف للستوديو مفهوم الادمان بين الشباب ولماذا يقبل بعض الشباب على تعاطي المخدرات وازاي نحميهم نحمي اولادنا في فترة المراقبة من الادمان وهنعرف كمان مجهودات الدولة وهنعرف كمان مجهودات الاسرة سواء الاب او الام ازاي يقدر يواجه المشكلة دي ويقدر فعلا يحلها مع ابنه او بنته وازاي يخلقوا صداقة مع بعض بحيث ان المشكلة دي الحقيقة تنتهي في اقرب وقت ممكن ده لو اصلا مشكلة دي حصلت لانها فعلا بتأثر جدا على الفرض وعلى المجتمع بشكل كبير النهاردة الحقيقة احنا كمان عندنا صفحة جميلة جدا على الفيسبوك وهي شباب على الهوى ياريت اللي عنده اي سؤال النهاردة لشبابنا الاعزاء ينضم الينا على صفحتنا الخاصة على الفيسبوك وهي شباب على الهوى مكتوبة بالعربي لو عندكوا اي سؤال النهاردة او عندكوا اي استفسار ياريت تنضموا الينا على صفحتنا الخاصة على الفيسبوك شباب على الهوى تعالوا سريعا نطلع لفاصل وبعدين نرجع مع بعض عشان نستضيف ديوفنا في الستوديو مشاهدية جانا أحركم على الأقل بشارة ونوريتنا في الستوديو السيدة مونة غازي أخصائي نفسي وعلاقات أسرية أهلا بحضرتك طبعا نحن نهاردة بنتكلم على موضوع مهم جدا ويمكن ده فعلا منتشر بين الشباب خصوصا في سن المراهقة وبنتكلم عن الإدمان عايزة أعرف مفهوم الإدمان بين الشباب بيكونوا مفهوم إيه طيب احنا خلينا نقول إن الإدمان ده مرض وإضطراب وخلل عقلي الإدمان ده حالة بتستعبد الشخص حاجة ما قداش أستغنع عنها بحس فيها بالراحة وبحس فيها بالسعادة النشوة وبحس فيها إن أنا مرتاح وفاصل عن كل الدنيا تعالي نقول أكتر حد بيبقى معرض للإدمان هو المراهق لأن المراهق بيبقى في سن هو رافض للمجتمع صحيح رافض لسيطرة الأم والأب عليه صح فبناء عليه بيدخل من باب التجربة إن أنا حابب أجرب ودي أول مرحلة بيدخل فيها المراهق أو الشخص اللي هو عموما عايز يدمن وإذا كان أنا بقولي إن أكتر حد بيقع في الفخ ده هو الشخص المراهق فبيدخل في بوطقة الإدمان لأن أجرب أول مرة أجرب بعد كده أدخل بشكل غير منتظم بعدين بشكل منتظم بعدين في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الإدمان اللي هي بتحتاج تدخل كل وعليك للأسف يعني إحنا بنلاحظ فعلا زي ما عايز بتقولي المراهق بيحب دايما يثبت نفسه إن هو مستقل شخصيته قوية بيميل في بعض الأوقات إنه بيعود لوحده تماما ما بيحبش حد يقعد معاه داخل مرحلة جديدة عايز يثبت للناس أو يثبت للمجتمع أو الماما وبابا إن أنا خلاص بقيت راجل أو بقيت كبير أو بقيت إن أنا مش محتاج إن حد يقولي اعمل وما تعملش بيبقى رافض لكل الدنيا اللي حوالي وكل المجتمع اللي حوالي عشان يثبت نفسه وشايف إن خوف بابا ومامته عليه هو سيطرة أو أوفر كل شوية يقولك أنت أوفر قوي أو شايفها سيطرة شايفيني وسيطرة من وجهة نظروا إن كل اللي حضرتك بتقولي أنت بتعلي أو بتأوفري في الأمور طيب إزاي نقدر نعمل صداقة بيننا وبين يعني أولادنا خصوصا لو كانوا مراهقين بحيث لو حصلوهم حالة من الحالات الخطر دي الإدمان أو إن هم تعرضوا مثلا لأصدقاء سوق جروا من هذا الطريق الصعب جدا اللي ما فيش منه راجع للأسف ببعض الأحيان نقدر إن إحنا نعمل صداقة بينهم بحيث يكون في بيننا شفافية يحكلنا كل حاجة بدون ما يخافوا مننا إزاي؟ هو خلينا أقولك أن في الأول المدرسة الأسرة أكيد والمدرسة 40% والصديق عليه 60% العامل بتاعه فالصديق أكتر من من؟ أكتر من المدرسة الأسرة 40% والمدرسة 40% والصديق عليه 60% كتير جدا علشان كده أنا بقول إن أنا أختار أصدقاء أولادي ولازم أبقى مراكب في الحتة دي لأن في ناس ما تعرفش إن هي الرقابة دايما على أولادي هتخليني أنا قادر أعرف بيصاحب مين وبيصاحبش مين في ناس طبعا هي بعيدة كل البقد عن أولادها فما بتعرفش مين أصدقاؤه صديق السوق هو ده أول حد بيكون مع الإبنة أو مع البنت هو اللي بياخده للإدمان فعلشان كده أنا بقول من ضمن الحاجات دي إن أنا أعرف مين من صاحب أولادي أو من أصدقائهم لغة الحوار إن أنا يكون في حوار بين الأسرة كاملة على فكرة يعني إحنا لو نخلي كده يوميا ساعة الأسرة كلها سواء ما إحنا بناكل سواء ما إحنا قاعدين نقعد نتكلم فيها مع بعض ونقعد كل واحد فينا يطرح اللي عنده ويقول اللي عنده وأبقى عارف ابني بيعمل إيه أبقى عارف تفكير ابني بيفكر في إيه لأن بعد كده الولد لما بيدخل في مرحلة الإدمان أو الشاب تصرفاته بتتغير فأنا لما بقى حافز ابني وحافز تصرفاته لما بيجي عليه تغير من البداية ببقى عارف هو دخل في مرحلة إدمان ولا لأ بقدر ألحقه من البداية حضرتك قلت حاجة مهمة جدا بقى أعرف إذا كان دخل في مرحلة الإدمان ولا لأ إيه الأعراض فعلا اللي تقدر تقولي إن الولد ده فعلا أو البنت دي فعلا دخلوا في المرحلة اللي حاجة بتقولي فيها دي لذا كانت مرحلة كمان خطر أو مش خطر يعني لأنها طبعا درجات هي فيه حاجات بتبقى من البداية إنه هو مثلا التصرفات ابني سلوك وإيه هو هادي بقى عصبي هو شخص اجتماعي بقى ينعزل ويقعد مع نفسه لأنه بيبقى مستني الجرعات اللي هو بياخدها طبعا فيه مراحل متطورة اللي هو أنه بياخد بعد كده سواء النوع اللي هو بياخده إيه فبيبان على جسمه من ضمن الحاجات دي أن السرقة المتكررة في البيت أنه لما يحصل عندي سرقة الفلوس الزيادة اللي بياخدها الولد ويطلع لك ليها مبرر يعني لما ياخد فلوس كتير قوي ويتيجي تسأليه انت بتصرفها في إيه طلع لك ليها مبرر الكذب أنه يبدأ يجذب أنه يبدأ أصدقائه يتغيره لما يبقى فيه أصدقاء معينين وانتي عارفاهم ويتيجي حضرتك في وقت معين تلاقي أصدقاء قدر يتغيره لناس هي مش مش شبهوا أو باين عليهم أنه هما مش كويسين أصدقاء سوء كل الحاجات دي بتبينني إذا كان هو دخل فعلا ونجرف لموضوع الإدمان ولا لأ في المراحل المتطورة اللي هيبقى بتبين على الجسم زي ما قلت لحضرتك الجسم اللي هو مثلا يخص شوية تحت عديني الشحوب عدم التركيز يبقى قاعد معاكي برضو من ضمن الحاجات يبقى مسقط يعني عارفا اللي هو كده بس هو سمعت لأنه يبقى في حالة توهان بأبناءهم علشان يقدروا يكتشفوا الحاجات دي في وقت مبكر جدا أكيد طيب في بعض الأسر للأسف تتجاهل تماما المشكلة دي وتقولك حتى لو هو يا أكيد حاجة بسيطة وهتعدي للأسف أو يعني مشكلة عبارة وهتعدي وإن شاء الله يفوق منها الواحد أو تقعد تدي مباراة كتيرة جدا 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 بحيث إن ابني ده أفضل ابن في الدنيا وما فيش زيه بترفض بيعيشوا في الرفض أو بيعيشوا في الدينايل أو بيعيشوا في حالة كده اللي هو لأ ده مش حقيقي حالتك نعمل إيه في الحكاية هو أصعب طبعا اختبار ربنا إن شاء الله يا رب يعني ما يكتبوه على حد أمد من الأسرة المصرية ولا على أولادنا هو اختبار الإدمان لأن الأسرة أنت علشان الإبن يدخل في مرحلة الإدمان وتقدري ترجعيه تاني عارفة أنت بترجعيه لولادته لبداية ما تولد فأنا منكرش بالعكس أنا من ضمن الأسباب اللي عندي علشان أعرف أعالج الموضوع الإدمان المواجهة والمواجهة المباشرة أنا طبعا كأم وكأب حد كبير لما أكتشف أن في حد في البيت مضمن بعرف هو أي إدمان إزاي أتعامل معاه حاجة من الحاجات تاني حاجة أن أنا أتكلم معاه أكلمه بوضوع النصيحة بلاش أن أنا أهجمه بلاش حتة أن أنا أحسسه بالزنب لأن دي هتعرضه لإمتكاسة كبيرة جدا أو طبعا أن أنا ما حسسك بالزنب أن أنت عملت حاجة غلط كمان أنا أسلوبي مع ابني يتغير يعني لو فيه أب بيعنف ابنه أو بيعامله بأسوأ وقت ما يكتشف أنه هو مضمن أو بيتعاطى يغير أسلوبه معاه يحتويه يحبه أكتر يقعد معاه أكتر يفهمه أن أنا أكتر حد خايف على مصلحتك وأن أنا عايزك أحسن حد الحب والاحتواء والدفء في الأسرة دي أكتر حاجة بتخرج لي شاب صالح للمجتمع الحوار بيخرج لي شاب صالح للمجتمع عايز أقول لحضرتك مهما انشغلنا في حياتنا ومهما اشتغلنا كتير جدا ومهما عملنا فلوس كتير جدا هما الصمرة بتاعتنا هما أولادنا بعد شوية من الوقت لما بجبر بلاقي ابني قدامي باللي أنا أديتهله اللي أنا بستثمره وبحصوده بعد كده إن أنا بيطلع لي هو شخص سوي للمجتمع فبنصح كل أب وكل أم إنهم يقربوا من أولادهم يهتموا بيهم طبعا الحياة صعبة ومشغل الحياة ولكن الوقت اللي أنا هخصصه لابني أنا بستثمر في ابني بستثمر فيه تربية صحيحة بستثمر فيه إن أنا أسمعه إن أنا لمعد أسمع ابني ساعة أين كنت أنا مشغول وقريب من ابني ومتابع ابني ومراقب ابني عمره ما هينجارف لأصدقاء السوق وعمره ما يعرفه يتأثروا عليه عارف حضرتك هو بيطلع برا ليه لأن أنا مش عارف أتكلم معاهم مش لقي حد يسمعني فبروح لحد هو غير صالح نفسيا وغير سوي نفسيا وبيتعاطى بياخدني اللي معايا فبسمع بحس استمتاعي معايا وإنه بيسمعني وإنه بيكلمني وإن أنا حاسس بسعادة فبنجارف للإدمان لأسف إحنا نطلع فاصل سريع نشوف تقرير حماية شبابنا من المخدرات وبعدين نجع مع بعض عشان نستضيف ديوفنا الأعزاء في الستوديو مرة تانية في برنامج شرب على الهوى نحمي شبابنا من المخدرات أول حاجة لازم نركز بس أهالي عمتا تركز مع أولادها في سن المراكة ليه لأنهما في سن الناش لازم يبعدوا عن الأصحاب السوق ولازم يتاجهوا للرياضة وقرية الكتب حاجة كتير قوي الأسرة عليها عام مهم طبعا أكتر من المدرسة لأن الطفل هو في سن صغير بيبقى بيدور على قود وليه فقود وليه مين؟ أكتر ناس بيتعامل معهم هم الوالد أو الوالدة في البيت بتأثر بأخواتها وليه أخوات كبارة فهم دول منهم عامل كبير في أن هم يطلعوا طابعه إيه أو شخصيته تبيع عاملة إزاي على حسب سلوكه يهتم بالرياضة وينزل يشتغل وطبعا الأسرة لها دور في كده أنها تحاول أنها تبعده عن أي حد ممكن يوديه في طريق مش كويس يعني يبعده عن الصحابة اللي مش تمام يهتمد نفسه يلعب مثلا رياضة سباحة أي حاجة في الرياضة هتبعده عن النواة يتجه لسكة المخدرات مشاهدين يا مهارات تانية على الهواء باشرطة ونورنا في السوديو أستاذ واقل سليمان كاتب صحفي أهلا بحرطة أهلا بك نورنا طبعا أستاذة مونة غازي أهلا بحرطة طبعا إحنا كنا نتكلم عن المخدرات وآثرها على الشباب واتكلمنا عن حاجة مهمة جدا أنا والأستاذة مونة اتكلمنا أن إزاي دور الأسرة لو اكتشفت أن في عندها حد مدمن يعني طبعا من الأبناء ما تبتديش تعنفه أو تبتدي تهاجمه أو يكون فيه نوع من أنواع الهجوم بالعكس تحتويه وتديله جرعة يعني زي ما الأستاذة مونة قالت جرعة من الحب والاحتواء بحيث أن هو يقدر ما يبقاش متخوف ونقدر نتخطى هذه المشكلة بسلام أنا عايزة أعرف من حضرتك يعني دور الأسرة إيه هنا ودور الدراما كمان بيكون عليه ده يعني عامل مهم جدا فأنا عايزة أعرف من حضرتك بتشوف الموضوع ده زي من الجهاد دي طبعا أنا بشكر أسرة البرنامج بالكامل في البداية على طرح المشكلة دي لأنها مشكلة من المعضلات مش في المكتبع المصري بس على مستوى العالم واللي همنا طبعا مكتبعنا المصري والعربي بشكل خاص ومش غلط أن احنا من وقت للتاني لازم نولع كده لمبة حمرة لأن مش معنى من الملف ده تفتح مرة أو خمس أو عشر مرات إن احنا نكتفي ونقول خلاص احنا ده كده موضوع مستهلك لا دي من المشكلات المستمرة اللي محتاجة طول الوقت نبقى يعني على هبة الاستعداد زي ما بنقول علشان نقدر نحد من خطرتها القضاء عليها بشكل كامل طبعا دي يعني أمنية ويعني رغبة ملحة عند الجميع ولكن فيها شبه استحالة لأن احنا عارفين إن دي مش مشكلة مش قزمة بيت أو إن المسألة طلعة من شخص هو اللي بدع الموضوع ده ده فيه مافيا عالمية وفي دول بالكامل إحدى أسلحتها القذرة اللي بتحارب بيها الدول الأخرى اللي فيه بينها وبينها وبين بعض تقاطع في المصالح أو بينهم عدئيات مختلفة فيه أشكال كتير جدا للحروب وأدواتها إحداها ومن أخطرها المخدرات صح فطبعا بنقول دايما في مقالاتنا وفي ظهورنا المستمر على الشاشات إن الإنسان ابن بقته فمهم جدا وأنا سعدت في التقرير طبعا إن حتى الشباب الصغير بيتكلموا على أهمية دور الأسرة وكانت الأستاذة مونة قبل ما نضم طبعا واتشرف بندومي لحضراتكو يعني أشارته نوهت على خطورة وأهمية النقطة دي صح فالخطورة بقى مش إن الأسرة بس إنها تتعامل بالشكل اللي تفضلته وقلته ده طبعا شيء أنا بقسني عليه وبقيده ولكن الخطورة هنا في إن الأب أو الأم هم اللي يكونوا يعني أحد أو إحدى ضحايا أو مجرمي المخدرات أو إدمان المخدرات لأن بيبقوا ضحايا وبيبقوا مذنبين لأن هو بيبقى عنصر هنا فاسد وبيبقى عنده نوع من الخلل وعدم الاتزان تقدر أستاذ مونة تتكلم في الجانب النفسي طبعا أكتر مني لكن هنتقاطع عشيئنا أبينا في بعض النقاط هو مش مسيطر ومش مالك أدواته ولا نواحي الإدراكية والسلوكية بالشكل السوي والطبيعي فهو بيكون زي الثمرة الفاسدة سواء بقى هو موجود في بيته أو في مجال دراسة أو في نادي من الأندير ياضي أو أي ملتقى من الملتقيات العامة فهو هنا عنصر معدي زي النقاسف في التشبيه محدش يزعل زي الفنقل فالخطورة هنا أن يكون الأب أو الأم هم ضمن المعسكر بتاع الإدمان ده ولكن في حالة وجود هنا الأبناء خلينا نتكلم لأنه همنا طبعا في برنامج شبابي معنى بالشباب في المقام الأول نقطة الاحتواء مهم جدا نقطة التعامل بشكل منضبط وبشكل ما يكونش فيه ما صدرش حالة من الزعر وحالة من النفور وحالة من الاستهجان من كل أفراد الأسرة وخاصة من الأب والأم ده مهم جدا جدا علشان أستقطب ابني أو بنتي في المرحلة الخطرة دي ونقدر نعدي به لبر الأمان بأقل الخسار أو بدون خسائر ولكن الموضوع بس مش في الجانب النفسي المسألة أنه دلوقتي احنا شايفين المجتمعات بتمر بأزمة طاحنة عالميا مش مصر بس مصر في القلب منها احنا شايفين طبعا العشرين سنة اللي فاتوا مقبل 2011 كمان عدد سنوات كبيرة المجتمع المصري ما كانش بخير على كل الأصعدة بعد 2011 لغاية دلوقتي احنا في أمواج مطلطمة ما بين ثورتين يعني أحداث 2011 وبعدين ثورت تلاتين ستة بعدين موضوع الكورونا اللي أثر على كل المجالات الحرب الروسية الأوكرانية فالمجتمع المصري والأسرة المصرية بتعاني وبالكاد بتحاول توفي كل التزاماتها واحتياجاتها الأساسية والغالبية بتعجز عندها فاحنا عارفين تكلفة تكلفة العلاج من الإدمان متفعة جدا والأماكن الحكومية لن تكتسع لأن الإحصائيات صادمة واسمحيلي وأنا بعتذر على عكس ما يصدر للإعلام وعلى عكس ما يصدر للخارج لأن أنا أكيد مش بملك إحصائيات لأن أنا مش جهة رسمية لكن أنا على تماس دائم بالشارع المصري بمختلف قطعاته بمختلف قطعاته فمشكلة الإدمان بتتفشى ظاهرة الإدمان مش هنقول ظاهرة لأن ظاهرة بتيجى وتختفي معضلة الإدمان بتستشري وبتزيد فالمسألة الاستشفاء أو العلاج من الإدمان محتاج في المستشفيات أو المراكز بتاع تعافية من اللي هي ضعيفة جدا واللي بتقدم خدمات متدنية لا يقل عن 10-15 ألف جنيه والمتوسطة من 15 لـ 30 واللي هي بقى بتقدم خدمات أعلى ورعاية أعلى من 30 لـ 60 مين من الأسر المصرية النهاردة عددها قدير اللي قادرة تاخد ابنها أو بنتها وتتكبد المصاريف صعب جدا ومصاريفها صعب جدا فإحنا من الأول بقى خالص من البداية زي ما حدرتك قلت أستاذ مونة إن إحنا مفيش داعي المشكلة دي أساسا تحصل مش هتحصل إزاي بأن الأسرة طبعا تكون متربطة جدا أكون متربطة أكون بحتوي ابني أكون في تواصل أخذي مالك فن التواصل ده يعني إن أنا يكون في تواصل بيني وبين أولادي ده فن لازم كل أب وأمي تعلمه الله أحلى كلمة قلتها ومهي فن عارفة أن أنا أعرف أخرج من ابني ما هو عايز يقول إيه أعرف أخرج من بنتي هي حصل معاها إيه هي مصاحبة مين من غير مكونن له وأنا متسلط عليها دور الرقيب اللي بيديقهم كلهم عارفة لما أديها خيار حبيبتي أنت عايزة تقولي حاجة أوليها ويكون فيه فن كده سنسن أنا أعرف أتعامل معاك الاحتواء في البيت قرب الأب والأم الاتنين بصي هالأسرة دي هي أول حاجة لما بيطلع البيبي بيلاقيهم قدامه صحيح فلما بطلع بلاقي قدامي أم وأب أسويا متفاهمين متقربين فكريا عارفين هما بيعملوا إيه هما قدوتي هعمل كل اللي هما بيعملوه الأب والأم مرايا لابنهم يعني كل اللي بابا بيعملو أو ما بتعملو أنا بعملو دي أحلى حاجة أطراخت بيها النهاردة أن الأب والأم الحياة مرايا فعلا لابنهم فلما هيكونوا عندهم نوع من السواء النفسي والرزانة النفسية هيطلع هخرج للمجتمع شاب بسوي نفسيا أنا بشكركم جدا الحياة النهاردة للأسف وقتنا خلص معاكم بسرعة ويعني إحنا مدقيين جدا حاجة اتأخرت لأنه ما حالاش نتكلم معلش إن شاء الله لكنها لو نسمح في نص دقيقة في نص دقيقة طبعا ده لا يعفي أجهزة الدولة والقوة النعمة الممثلة خاصة في الإعلام بكل أشكاله والدراما والسينما أنها تقوم بدورها ولا تصلت الضوء على النماذج المشوهة ويجب الاهتمام بتحت رعاية القدس السياسية بإنشاء المجلس القومي للأسرة مش للمرأة ولا للرجل كيفانا ندية محتاجين الأسرة كلها تكون يعني تحت المجهر دائما ويبقى في دورات إلزامية للمقبلين على الزواج علشان يبقوا صالحين إن هم يا رب ولادوا يتخرجون من المكتبع ما يصدروش لنا قراب الموقوفة يعني أنا بشكركم جدا النهاردة مشاهدينا بكده تكون خصوة معاكم حلقاتنا بسرعة جدا من شبع الهوى إن شاء الله بكرة أسرة جديدة وحلقة جديدة شكونا دائما على خير بإذن الله